أهلا بكم متابعين قناة مصر الآن قبل الفيديو اشترك في القناة ليصلك أهم وآخر الأخبار استخراق شوك وملاعق من أمعاء مريض في الدقاهلية وإليكم تفاصيل الخبر استخرق فريق طبي في مركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة اليوم الساب عددا من أدوات المائدة عبارة عن معالق وشوك بالإضافة إلى خواتم وسلاسل زهبية من أمعاء مريض يعاني بضمور في المخ وترأس الفريق الطبي الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والدكتور محمد عبد الجواد بالإضافة إلى فريق التخدير الذي ترأسه الدكتور أمجد زغلول والدكتور عماد الحفناوي وأجريت العملية تحت إشراف الدكتور محمد الشوبيري مدير المركز وقال الدكتور أمجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمي إن المريض عمره 20 سنة ويعاني من ضمور في المخ ووصل المركز وهو يعاني من آلام شديدة في البطن وأضاف أن الفحص الطبي بالمنزار والأشعة أثبت وجود أجسام غريبة في المعدة وتم استغراج عدد من الملاعق والشوك بالإضافة إلى خواتم وسلاسل زهبية وأضاف أستاذ جراحة الجهاز الهضمي أن المريض خرج من العمليات وحالته مستقرة وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو وفعل الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار